بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل حصة اليوم إن شاء الله في مادة أرياضيات للسنة الثانية ابتدائي نفتح كتاب دفتر العنشطة صفحة رقم ثلاثة وستون التمرن رقم واحد مع أمين ثلاث أوراق من فئة مئة دينار وقطعة من فئة خمسون دينار شكل مع أمين المبلغ اللازم لدفع ثمن السيارة الصغيرة إذن لدينا أمين يملك هذا المبلغ يملك كم قطعة من فئة أو كم ورقة من فئة مئة دينار واحد اثنان ثلاثة وقطعة من فئة خمسون دينار إذن هنا لدينا أوراق نقدية وهنا لدينا قطعة نقدية يريد أمين شراء سيارة ثمنها مئتان وثمانون دينار جزائريا هنا المطلوب مني شكل مع أمين المبلغ اللازم لدفع ثمن السيارة الصغيرة إذن هذا المبلغ الذي يملكه أمين كم يملك أمين؟ لدي مئة واحد اثنان ثلاثة إذن المئات لدينا ثلاثة العشرات لدينا خمسون يعني خمسة الوحدات سيارة هذا هو المبلغ الذي يملكه أمين معنى هذا الكلام لدينا مئة زائد مئة زائد مئة النتيجة كم؟ النتيجة ثلاثمئة ولدينا خمسون إذن ثلاثمئة زائد خمسون النتيجة كم؟ النتيجة ثلاثمئة وخمسون دينار إذن يريد أمين شراء سيارة ثمنها مئتان وثمانون دينار إذن مئتان وثمانون دينار هنا أمين ماذا قام؟ قام بتشكيل المبلغ إذن لدينا هنا مئتان وثمانون دينار هنا قام بتشكيل المبلغ لكن هنا يكمل هنا نكمل شكل مع أمين المبلغ اللازم لدفع ثمن السيارة الصغيرة هنا أمين قام برسم الورقة رقم واحد الورقة رقم اثنان هنا مئتان اثنان يعني الورقة رقم واحد تحمل ماذا؟ مئة دينار الورقة رقم اثنان هكذا مئة دينار ولدينا قطعة نقدية خمسون دينار إذن نكمل هنا تشكيل المبلغ لدينا مئتان وثمانون دينار مئتان وثمانون دينار لدينا هنا كم؟ مئة اثنان ثلاثة هناك كل هناك كل كم؟ هنا لدينا مئتان وخمسون دينار إذن هنا نكمل مئتان وخمسون مئتان وثمانون كم يلزم؟ خمسون ستون سبعون ثمانون إذن يلزم كم؟ يلزم خمسون ثم ستون سبعون ثمانون إذن في هذه الحالة ماذا يجب أن نفعل؟ إما طريقتين طبعاً أقوم برسمي هنا ثلاث قطع نقدية هكذا القطع رقم واحد عاشرة القطع رقم اثنان عاشرة القطع رقم ثلاثة عاشرة يعني يصبح المبلغ هذا المبلغ مئتان وثمانون دينار أو بطريقة أخرى كما نعلم فيما يخص القطع النقدية توجد قطعة نقدية تحمل العدد عشرون إذن هنا نجمة القطعة رقم واحد والقطعة رقم اثنان عشرون ولدينا عاشرة إذن نقوم برسمي المبلغ أو تشكيل مبلغ اللازم لدفع ثمن السيارة التمرين الثاني أنجز العمليات وتحقق بالجمع كما في المثال لدينا هنا عمليات طرح قمنا بإنجاز عمليات طرح ثلاثة وخمسون ناقص سبعة وعشرون النتيجة يساوي ستة وعشرون تحقق بإجراء الجمع هنا تحققنا ستة وعشرون زائد سبعة وعشرون يساوي ثلاثة وخمسون إذن في هذه الحالة اثنان وسبعون ناقص سبعة وخمسون النتيجة كم اثنان وسبعون ناقص سبعة وخمسون أقوم بكتابة العملية أولا اثنان وسبعون ناقص كم ناقص سبعة وخمسون إذن هنا اثنان اثنان ناقص سبعة اثنان ناقص سبعة غير ممكن إذن في هذه الحالة ماذا أفعل أأخذ عشرة من هنا من العشرات إذن هنا يعني لدي سبعة يصبح ستة هكذا وهنا واحد إذن هنا لدي اثنى عشر ناقص سبعة اثنى عشر ناقص سبعة سبعة ثمانية تسعة عشر إحدى عشر إثنى عشر إذن واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة هنا ستة ناقص خمسة ستة ناقص خمسة واحد إذن قال تحقق بإجراء عملية الجمع أو تحقق بالجمع ماذا نفعل في هذه الحالة التحقق نكتب سبعة وخمسون هناك ما هي أضع خط هكذا هنا خمسة عشر يصبح في الأعلى خمسة عشر هكذا وأقوم بالحساب خمسة زائد سبعة خمسة زائد سبعة إثنى عشر إذن إثنان هنا واحد رقم العشرات هنا واحد إذن واحد زائد خمسة زائد واحد النتيجة كم؟ سبعة إذن إذا أقوم بكتابة الحل هكذا خمسة عشر وهنا أضع واحد هكذا وهنا أحذف هكذا خط وأضع ستة هكذا إذن تحقق بإجراء الجمع نكتب خمسة عشر زائد سبعة وخمسون النتيجة اثنان وسبعون وأضع واحد هنا في هذه الحالة واحد وستون ناقص أربعة وثلاثون واحد ناقص أربعة غير ممكن إذن نستلف عشر من ستة تصبح هكذا تصبح خمسة وهنا واحد إحدى عشر ناقص أربعة النتيجة كم؟ النتيجة سبعة هنا نكمل أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر إحدى عشر خمسة ناقص ثلاثة خمسة ناقص ثلاثة إثنان تحقق بإجراء الجمع نكتب خسبعة وعشرون هنا زائد أربعة وثلاثون ونقوم بالحساب إذن واحد وثمانون لدينا التمرين الثالث أرفق كل وضعية بالعملية المناسبة وأكمل الحساب لدينا الوضعية رقم واحد يوجد في حافظة مريم خمسة وتسعون دينارا أخرجت منها تسعة وثلاثون دينارا لشراء لعبة كم بقي في حافظة مريم هنا مريم لديها كم خمسة وتسعون دينارا أخرجت منها تسعة وثلاثون دينارا لشراء لعبة كم بقي في حافظة مريم هنا لدينا العملية رقم واحد اثنان ثلاثة اربعة ما هي العملية المناسبة للوضعية رقم واحد إذن خمسة وتسعون أخرجت منها تسعة وثلاثون دينارا كم بقية؟ لدينا هنا كلمات مفتاحية لوضع عملية الطرح أو عملية الجمع إذن أخرجت منها ولدينا بقية قلنا سابقا عندما أجد كلمة بقية أو بقية أو باقي وعندما نجد أخرجت أو أخذت هنا مباشرة أضع عملية طرح إذن طرح ماذا؟ العدد الأكبر ناقص العدد الأسقر إذن خمسة وتسعون ناقص تسعة وثلاثون هنا خمسون ناقص ثلاثة خمسة وتسعون زائد تسعة وثلاثون خمسون زائد ثلاثة ولدينا خمسة وتسعون ناقص تسعة وثلاثون إذن نربط هكذا إذن وأكمل الحسابة نكمل هنا خمسة وتسعون ناقص تسعة وثلاثون أقوم بوضع عملية الطرح أولا عموديا ونحسن إذن خمسة وتسعون ناقص تسعة وثلاثون خمسة ناقص تسعة خمسة ناقص تسعة خمسة أخذ منها تسعة هل أستطيع؟ لا إذن أخذ عشرة من تسعة إذن هنا لدي تسعة هنا وحدات حشرات هنا تسعة يعني تسعون وهنا خمسة إذن عندما أخذ عشرة يبقى لكم يبقى ثمانون يعني هنا أضع ثمانية هنا تسعة ناقص واحد كم ثمانية أضع هنا واحد خمسة عشر ناقص تسعة خمسة عشر ناقص تسعة لدي خمسة عشر وتسعة عشر إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر إذن النتيجة كم واحد إثنان ثلاث أربعة خمسة ثمانية ناقص ثلاثة ثمانية ناقص ثلاثة خمسة إذن أضع العملية خمسة وتسعون ناقص تسعة وثلاثون النتيجة ستة وخمسون لدينا ثانيا هنا لدينا مريم أو إيمان إيمان هنا في هذا الصندوق يوجد خمسون حبة من ماذا؟ حلويات هنا خمسون حبة لدينا خمسون قال لم يبقى سوى ثلاث حلويات لم يبقى سوى ثلاث حلويات في الصندوق كان كم حبة توجد أو كم حبة حلوة كانت توجد خمسون حبة بقيت فقط واحد اثنان ثلاثة ما هو عدد الحلويات الناقصة؟ ما هو عدد الحلويات الناقصة؟ هنا كان يوجد مجموعة من الحبات الحلوى عددها كم خمسون بقي فقط ثلاثة يعني كم أخذت من الصندوق كم أخذت هنا لم يبقى عدد الحلويات الناقصة لدينا كلمات مفتاحية ما معنى كلمات مفتاحية نعين؟ يعني كلمة مفتاحية هي التي تحدد أو تساعدني في وضع عملية الطرح أو وضع عملية الجمع إذن هنا خمسون ناقص ثلاثة هكذا إذن خمسون ناقص ثلاثة النتيجة كم؟ النتيجة سبعة وأربعون إذن خمسون ناقص ثلاثة نكتب هكذا خمسون ناقص ثلاثة هنا خمسة أو سفر ناقص ثلاثة لا أستطيع أخذ واحد هنا يصبح هنا أربعة هكذا وهنا عشرة عشرة ناقص ثلاثة سبعة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسحة عشر سبعة وهنا أضع أربعة هكذا السفر أربعة ناقص صفر تصبح سبعة تسحة إذن لدينا أكمل التفكيكة خمسة وأربعون ناقص سبعة إذن هنا قمنا بتنزيل العدد خمسة وأربعون بعد ذلك سبعة هنا تفكيك سبعة رقم ناقص رقم هنا نلاحظ ماذا اثنان هنا اثنان يعني هنا كان ماذا كان هنا اثنان إذن اثنان أضيف لها كم حتى تصبح سبعة اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن خمسة بعد ذلك أطرح خمسة وأربعون ناقص خمسة النتيجة كم؟ هنا خمسة رقم الوحدات إذن يصبح السفر هكذا وهنا أربعة أربعون ناقص اثنان أربعون تسعة وثلاثون ثمانية وثلاثون ثمانية وثلاثون